والله يا حضرات في ملفات في حياتنا عدم المعرفة بها أحسن ييجي حد يقول لك معه ويقول لك مش عايز أعرف أنا كده كويس لا تقول لي فلان قال ولا فلان عمل وسيدنا النبي كان كده اللهم صلي علي يعني كان كده اي يعني كان يقول الصحابة لا يخبرني أحد عن أحد من أصحابي شيئة حاش يقول لي حاجة عن حد فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر شفتوا النبي عليه الصلاة والسلام طيب يبقى رقم واحد في بيتك بلاشت أفعل واحدة والحاجة الصغيرة ما تكبرهاش أحيانا بنيجي بعض الأحباب كده يشاهدون في قضية صلح ما بين زوجين تيجي تمسك طرف الخيط تلاقي ولعه الدنيا ولعت حريقة ما بينهم مش حريقة في البيئة حريقة معنوية يعني وتيجي تمسك طرف الخيط على حاجة ما لاش معنى يعني الخداق قامت معظم النار من مستصغر الشرر بنعمل من الشرر حريقة ما نفعش يبقى رقم واحد لا يضخم الفروع إلا أصحاب الفكر المختلفة ما تكبرش الصغيرة خلي الصغيرة صغيرة تمام كده طب رقم اتنين عايز تحية حياة زوجها سعيدة حكتين اتنين ما لها تذكرهم ما تذكرهمش إحسان زوجتك وإساءتها إليك يعني مش كل شوية أنا عملتلي أنا جبتلك أنا أنت قلتك جامل غير عربية جبتلك عربية عفكرة أنا شوفي بص يديك كده شوفي ده بليت المساء بلاش كل شوية أسلوب أسلوب المن ده وعش شوفت إزاي اتنين احنا قلنا مش هتذكر إحسانك إيه ليها ومش هتذكر إساءتها ليك يا جيش تقول لها إيه فكرة وإحنا مخطبين من خمس من عشرين سنة من عشرين سنة لما كنت عزمك فين قلتلي الأكل ويعيش قلت ليس يا فكرة بعشرين سنة الكلام ده يعني حصل موقف تجاوزت معك أساءت واعتذرت والموقف خلاص اترضينا مش معقول يا جماعة والله العظيم بجد خلاص اترضينا نكون شوية نجري فتح الملف ده فاكر لما فاكر لما ما خلاص يا عم ما اترضينا وقصت رأس بعض خلاص كأنه ده ما حصلش وفي امثال عندنا يقولك ايو ايو ما قولي فيه ده ما بيبطلوش فاكر برضو لما عملته ونقعد بقى نعيد ونفتكر الزكريات لا خلاص موضوع انت رقم ثلاثة الابتسامة طريقك أسرع طريق يوسلك لقلب زكتك الابتسامة يا ابن الناس بيسألوا ستنا عن حال النبي في بيته قالت كان بساما ضحاكا الامام بن عيينة بيقول البشاشة مصيدة المودة مش القرآن قال ومن آياتها انخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة مودة ورحمة مودة ايوة البشاشة مصيدة المودة بيعجبني الراجل اللي قابل زكته كده بابتسامة حانية بابتسامة صافية ما بينكتش عليها أصلا في الشغل عمله أصلا في الشغل سوه أصلا جاي في المواصلات أصلا يا ملعة ملعة فده أمر خطير جدا احنا قلنا كده ثلاث حاجات ما تنسوهمش نكمل مع